يا أهلاً يا أهلاً بحضراتكم إنها ليلة الخير يعني لما تقول الليلة ليلة خير وحقيقي يعني ليلة خير في أيام خير وأيام قليلة ونستقبل الشهر الكريم ولكن المصريين بطبعتهم يتكتفون ويدعمون بعضهم البعض ليلة الخير اللي بدأت في احتفالية رائعة منذ ساعات قليلة ومبادرة كتف في كتف كتف في كتف كلنا مع بعض حنكمل والخير حيلف كمان احتفالية في استاذ القاهرة اللي اعتدنا فيه نحن نتجمع للفرح والدعم وطبعاً شرفه بالحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية كتف في كتف التحالف الوطني التنموي الأهلي اللي بينضم أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني 33 مؤسسة والجميع كتف في كتف والأجمل هو التطوع والشباب نتكلم على 60 ألف متطوع 60 ألف يد 60 ألف شاب منضمين لهذه المبادرة كتف في كتف الحقيقة المشهد كان أكتر من رائع استاذ القاهرة بيعلن عن تكاتف المصريين عن المحبة عن أننا كلنا على قلب رجل واحد ويمكن كان عنوان البهجة موجود عنوان أنه الأزمة أقل مننا وأن احنا أفضل وأعطى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لإطلاق مبادرة كتف في كتف زي ما حضراتكم شايفين في الصورة في استاذ القاهرة في كافة محافظات الجمهورية تابعنا ده مع كل المحافظات وده كان شيء جميل أنه الكل متكاتف على أرض مصر وده من خلال احتفالية المبادرة اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باستاذ القاهرة ومشاركة أكثر من 60 ألف متطوع وطبعا ده احتفالا بجهود ألاف المتطوعين الذين شاركوا خلال اليوم الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين مساعدة غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك برعاية الرئيس السيسي ويمكن من أيام احنا شفنا انطلاق هذه المبادرة الجميلة وأيضا انطلاق اللي هي قوافل الخير يعني السيارات والعربيات وهي تجوب محافظات مصر منذ أيام من 10 مارس انطلقوا وطبعا الجميل فيها هو التضافر هو التكاتف هو كتف في كتف يعني المجتمع المدني مع الدولة مع التحالف مع التطوع انت يعني أمام أشياء كثيرة جميلة وأشياء كثيرة بتثبت معدن الشعب المصري والأجمل هم الشباب الشباب هو القادر شباب بكرة كانوا مليين الاستاذ زي الورود يعني هما اللي بيقولوا أيوة احنا قدها واحنا مكملين وكانت البهجة بينا جدا حتى على الجميع وطبعا على السيد الرئيس في كل كلمة زي ما انتم شايفين البهجة في الاستاذ يعني الجميع جاي عشان عارف انه جاي بنساعد بعضنا البعض محدش كان عارف مين فين ايه الجميع جاي لهدف واحد هدف ان احنا كلنا حنعدي وانه كلنا حنساعد بعض والمنظر كان رائع جدا والأجمل الشباب صغيرين وكبار ما تقدرش تقول ده مين ولا ابن مين ولا درس ايه ولا من اي محافظة كله على قلب رجل واحد والعنوان مصري انا مصري موجود في الاستاذ متطوع وكتفي في كتف المصري اخويا علشان نعديها ان شاء الله يحل علينا الشهر الكريم بالبركة واليومنا والبركات ونقدر نعديها زي ما قلنا